اشتركوا في القناة للتزيين لوز سكريات على شكل قلب طريقة التحضير ننخل الطحين وبكربونات السودا والملح في وعاء ونخلط في وعاء آخر نخفق الزبدة حتى تصبح بقوام الكريمة ثم نضيف السكر ونستمر بالخفق حتى يصبح المزيج ناعم نضيف البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق نضيف خلاصة الفانيلا ونخفق حتى الامتزاج نضيف خليط الطحين بالتدريج مع الخفق علينا أن نحرص على عدم ترك كتل من الطحين في المزيج نجمع العجينة نقطعها إلى نصفين نشكل كل نصف ككرة ونضغط عليها حتى تأخذ شكلا مسطحا قليلا ثم نلفهما بنايلون غذائي ونضعهما في البراد لمدة ساعة ونصف نمد كل دائرة من العجين حتى تصبح بسمكة ثلاثة مليمتر ونقوم بتقطيعها باستخدام قالب تقطيع كوكيز على شكل دب ثم نقوم بإزالة العجين الزائد ونمدها من جديد لنصنع المزيد من البسكويت نضع اللوز والأم أند أمز وسكريات على شكل قلب في وسط البسكويت ونلف يدي الدب فوقها باستخدام دبوس نقوم بصنع العينين والختم على كل قطعة البسكويت نترك قطع البسكويت ترتاح في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك العجينة ثم نقوم بخبز البسكويت في الفرن المسخن مسبقا على الدرجة 180 مئوية لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى يصبح لونها ذهبيا نترك البسكويت لتبرد على صنية شبك قبل التقديم لمزيدا من الوصفات زوروا موقع www.basmati.com ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر